تصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للقابون بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف وقد جرى اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من ضمن عدد من النساء الرائدات عالبيا في مجال العمل متعدد الأطراف وذلك بالنظر إلى ما تتولاه سموها من أدوار قيادية في شتى المجالات التنموية والمجتمعية ولما تبدلهم من جهود وإسهامات مشهودة تصب في صالح تقدم المرأة على المستوى الوطني وبالعمل على تهيئة الأرضية المشجعة والداعمة للكفاءات وبناء الخبرات النوعية وإبرازها على المنصات الإقليمية والدولية وتحتفي المبادرة بالصدى الطيب والأثر الواضح لجهود صاحبة السمو الملكي من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة والمتمثل في متابعة تقدم المرأة البحرينية ودعم مشاركتها في مجال العمل السياسي وصنع القرار ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفر أسس ومقاومات استقرارها الأسري حيث تقف سموها وراء العديد من المبادرات التي تحقق متطلبات التوازن بين الجنسين في كافة مناح التنبية الوطنية إلى جانب اهتمام سموها بتشجيع ودعم المشاريع التي تهدف إلى تنوع ورفع المشاركة الاقتصادية للأسرة البحرينية ومساندتها لأعمال مؤسسات المجتمع المدني وفتح مجالات التعاون والشراكة بين المجلس مع كافة المؤسسات تقديراً لدور المجتمع في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتضم المبادرة إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة نخبة من القيادات النسائية المؤثرة هذا وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت في يناير الماضي عن اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف استناداً إلى قرار تم تبنيه في شهر نوفمبر 2021 خلال المؤتمر العام لليونسكو دعماً وتقديراً لدور المرأة الهام والمؤثر في العمل متعدد الأطراف من أجل النهوض بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنبية وخلال معرض أقيم أمس الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية ويستمر حتى العاشر من مارس الجاري تم إطلاق المبادرة لإبراز دور القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية اللواتي روشنا لقضية العمل متعدد الأطراف وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والتنبية والسلام والأمن بشكل عام أو ضمنياً في أعمالهن من خلال قيادة وإدارة برامج ومبادرات حققت أثراً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينت جلالة الملك المفدة والمجلس يخطو بخطوات واثقة ومدروسة وسريعة نحو تطوير استراتيجياته وخططه التي تهدف إلى تقدم المرأة البحرينية وتحقيقها للإنجاز تلو الآخر فما وصلت إليه اليوم المرأة البحرينية من تطور وتقدم في كافة المجلات كان بفضل رعاية واهتمام صاحبة السمو الملكي لميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي لم تألو جهدا في تسجيع وتسخير كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف لذا وجب اليوم تسليط جانب من الضوء على الجهود النوعية المباركة التي بذلتها وتبدلها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل ترجمة الرؤية الملكية السديدة في مجال دعم المرأة البحرينية وتفعيل طاقتها وزيادة مساهماتها في نهضة مجتمعها ورفض مسيرة الازدهار والتنمية في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة فقد خصصت صاحبة السمو الملكي الجانب الأكبر من وقتها واهتمامها وجهودها من أجل نهوض المرأة البحرينية ووقفت سموها خلف الكثير من المبادرات النوعية الهادفة إلى دعم المرأة وإعلاء شأنها ودمجها في مسار التنمية الوطنية وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتي جرى اعتمادها من قبل صاحب الجلالة الملك المفدة كأول خطة من نوعها يجرى اعتمادها من قبل رأس الدولة في المنطقة العربية وباتت هذه الخطة منهاجا لعمل المجلس الأعلى للمرأة كما وعملت سموها على إعلان برنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية للتمكين السياسي للمرأة البحرينية وذلك في العام 2006 ويهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال تقديم البرامج التدريبية والتحفيزية المتخصصة والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام وتهيئتها للدخول في المجال السياسي من خلال القلوات الدستورية التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وفي العام 2008 أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مبادرة يوم المرأة البحرينية والتي باتت مناسبة وطنية تحتفل بها مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بشعارها الرئيسي قرأت تعلمت شاركت للاحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن وتجيعا من سموها للوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية أطلقت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية والتي حققت نجاحات متزايدة خلال دوراتها الست والتي جرى تنفيذها حتى الآن وانتقلت تجربة مملكة البحرين للعالمية مع إطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مملكة البحرين جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة في يونيو من العام 2016 وبالتعاون مع المجتمع الدولي للإسهام في بيان ما تحقق ميدانيا من تقدم مستدام لضمان التنافسية وعدالة المشاركة بين الجنسين ولتعميم أفضل المنهجيات والممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي ولإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة جرى إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة برئاسة سموها وعملت اللجنة على تبني نموذج وطني للتوازن بين الجنسين تضمن إجراءات وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء لجان تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وإصدار تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين إلى جانب مرسد وطني متخصص في هذا المجال وفي مبادرة كريمة من سموها لرعاية وتشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة وإبراز الطاقات والكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال تم إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة وتمنح نظير المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني إضافة إلى تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات وهو أول حاضلة اقتصادية مخصصة للمرأة في الوطن العربي وفي الإطار ذاته أسهمت جهود سموها في تأسيس محفظة المالية بالتعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين وبنك الإبداع بقيمة مليوني دينار لتمكين المرأة البحرينية قصاديا في المشاريع متنهية الصغر كما باركت سموها إطلاق محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي وعلى صعيد دعم الأسرة البحرينية حرصت صاحبة السمو الملكي على تطوير البرامج الوطنية الموجهة للاستقرار الأسري للمرأة البحرينية بهدف تحقيق الأمن والأمان لأفراد الأسرة الواحدة بما ساهم ذلك في تطوير الكثير من الخدمات الموجهة للمرأة البحرينية وتهتم سموها بتوسيع مظلة استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية كجزء من برنامج متكامل يتيح لها مستوى يرفع من جودة حياتها كما تتابع صاحبة السمو الملكي بشكل دقيق أعمال وبرامج الجمعيات النسائية المتعددة في المملكة وتسعى من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لإيجاد السبل للتعاون المشترك مع هذه المؤسسات المدنية على صعيدي العمل النسائي والأسري وقد تم منح سموها قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية نظير ما تبدله سموها من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية إضافة إلى العديد من الجوائز والأوسمة نظير دورها الفاعل في مجالات العمل النسائي والاجتماعي كما وتولي سموها اهتماما بالغا بدور الشباب من الجنسين في رسم السياسات المستقبلية وإعدادهم الإعداد الصحيح كقادة للعمل النسائي في المستقبل وتمثل ذلك في إنشاء أول لجنة للشباب تابعة لمجلس نوعي مختص بشؤون المرأة وهو المجلس الأعلى للمرأة وعلى الصعيد العربي والدولي تحرص صاحبة السمو الملكي على المشاركة في المؤتمرات المتخصصة ومتابعة أعمال المنظمات ذات الصلة بالعمل النسائي كما حظي تمثيل سموها لمملكة البحرين جنبا إلى جنب مع قادة العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة عقد الدورة الاستثنائية السابع والعشرين والمعنية بالطفل في عام 2002 باهتمام نولي وعربي واسع عكس المكانة المتقدمة للمرأة والطفل في مملكة البحرين كما تشارك سموها في أعمال لجنة وضع المرأة وتحرص على دعم نشاطاتها من خلال مشاركة مملكة البحرين السنوية سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين